مرحباً يا رفاق أنا أدعى خديجة في الرابعة عشر من عمري وهذا أخي يدعى محمود في العاشرة من عمره نعيش مع أمي بعد أن انفصلت عن والدي منذ عدة أعوام تعمل أمي كموظفة في إحدى الشركات اليوم سأروي لكم قصتنا هل أنتم مستعدون؟ بأحد الأيام حين كنت في المطبخ أعد الغداء عادت أمي من العمل كيف الحال وماذا تفعلون؟ نحن بخير كنت أعد الغداء ومحمود يجلس بضيق أمام التلفاز ألم تتناول الغداء بعد؟ لا لم نشعر بالجوع قررنا أن ننتظر عودتك لنتناوله معاً لقد تأخرت لأنني ذهبت لأستلم الحاسوب الخاص بمحمود بعد أن تم إصلاحه هل انتهى إصلاحه أخيراً؟ أجل يا عزيزي لقد أصريت أن أحضره لك اليوم أشكرك كثيراً يا أمي لا دعي للشكر يا بني هيا بنا لنتناول الطعام حسناً وبالفعل جلسنا وتناولنا الطعام معاً حين حل الليل كانت أمي منشغلة بأشياء تخص عملها بينما محمود كالمعتاد يجلس أمام حاسوبه بتركيز شديد فقد أصبح ماهراً جداً في كل ما يخص الحاسوب إنه شغفه الوحيد ويجيد استخدامه كثيراً ماذا تفعل يا محمود؟ ليس بشيء هام ولكن لما تسألين؟ هل يمكنني أن أطلب منك شيئاً؟ بالتأكيد إن كان شيئاً أستطيع القيام به هذا أفضل ما تستطيع القيام به وما هو هذا؟ لدي تكليف يجب أن أقوم به على الحاسوب ولكن كما تعلم لا أستطيع التعامل معه هل يمكنك القيام به لأجلي؟ رغم أنك تستغلين جهودي في تلك التكاليف ولكن لأنني سعيدني اليوم بإصلاح جهازي سأفعل هذا من أجلك أحياناً أظن أنك تحب هذا الجهاز أكثر مني هل ما زلت تظنين؟ ولست متأكدة؟ على أي حال لا يهم ذلك أهم شيء هو التكليف سأحضر لك كل المعلومات التي تحتاجها حسناً اتفقنا وبالفعل أحضرت له ما يحتاجه وقام بعمل التكليف لي وبأحد الأيام قررت أمي أن تدعونا لتناول العشاء في أحد المطاعم ذهبنا لذلك المطعم وجلسنا سوياً المطعم رائع يا أمي أجل إنه رائع بالفعل إن كانت أمي ستعوضنا كل فترة عن عدم التنزه بالمجيء لمطعم كهذا أنا موافق وأنا أيضاً موافقة حسناً سأحاول إحضاركم هنا من حين لآخر ولكن لا أعيدكم بهذا إنه غالي ضحكنا جميعاً وأثناء ما كنا نتناول الطعام انتبهنا للنشرة الإخبارية التي كانت على التلفاز حين قال المزيع أن أخي محمود قد اخترق الجهاز الخاص بالشرطة وأنهم بدأوا في البحث عنه الآن صدمنا ونحن نرى صورة أخي على التلفاز هيا تحركوا على الفور قبل أن ينتبه لنا أحد وبالفعل غادرنا المطعم مسرعين قلت لأمي بقلق إلى أين سنذهب يا أمي؟ لا أدري أنا لا أستطيع التفكير أشعر أن عقلي عاجزاً وأنا أيضاً مصدومة وخائفة كثيراً كيف استطاع فعل ذلك؟ كيف اخترق جهاز الشرطة؟ ثم نظرت لأخي الذي كان صامتاً وقلت كيف فعلتها؟ ومن علمك هذا؟ لم يعلمني أحد تعلمت كل شيء بنفسي لماذا فعلت ذلك إذن؟ لماذا؟ ألا تدرك خطورة ما فعلته؟ لم يجب أخي بشيء أعتقد أنه ليس لديه سبباً محدداً يا أمي كما أنه لا يحتاج لشخص يقوم بتعليمه إنه عبقري خاصة فيما يتعلق بالأجهزة الإلكترونية أجال أعلم ولكن لم أتخيل قط أنه قد يصل به الأمر لهذا وأنا أيضاً لم أتوقع ذلك لقد تورطنا يا أمي لا تقلق يا ابنتي إن شاء الله لن يحدث لكم مكروه سأحميكم من كافة المخاطر مهما كلفني الأمر أعلم يا أمي ولكن إلى أين سنذهب الآن؟ المنزل ليس آمناً سنذهب إلى منزل صديقة مقربة لي مؤقتاً وحين تبتعد الشرطة قليلاً عن منزلنا سنعود لنأخذ أشياءنا حسناً وبالفعل أخذنا سيارة أجر واتجهنا إلى منزل صديقة أمي تدعى سلمة وما إن رأتنا حتى رحبت بنا وقالت مرحباً بكم تفضلوا بالدخول شكراً لك يا سلمة نظرت لنا قائلة كيف حالكم لم أراكم منذ فترة كبيرة؟ أجل نحن بخير والحمد لله أعتذر يا سلمة إن كنا قد جئنا دون سابق إنذار ولكن حدث معنا شيء طارئ لا تقولي هذا مرحب بكم في أي وقت ولكن ما الذي حدث؟ أخبرتها أمي بما حدث بدت الصدمة واضحة عليها وهي تقول حذري أن يكون الأمر أكبر منكم يا سهيلة هو بالفعل أكبر منه أتمنى أن يمر على خير هل فكرت في التحدث مع رجال الشرطة؟ وإخبارهم أن ابنك صغير ولا ينتمي لأي جهة وإنما فعل ذلك دون هدف فكرت ولكن بالطبع لن يصدقونني وإن صدقوني سيضعون محمود في سجن للأطفال أجل معك حق ولكن لا تقلقي أنا لن أدخلك في هذا الأمر بضعة أيام فقط وسنغادر بعدما نأخذ أشياءنا الهمة من المنزل لا بأس يا عزيزتي أنت مثل أختي تماما يمكنكم البقاء المدة التي تريدونها وزوجي يسافر للعمل كما تعلمين ولا يكون متواجدا هنا طوال الوقت أشكرك كثيرا يا سلمة مرت عدة أيام وكانت أمي تذهب للاستطلاع ورؤية المكان بالقرب من منزلنا حتى نستطيع في أي يوم الذهاب إلى المنزل وإحضار ما نريده بأحد الأيام تركنا محمود في منزل سلمة وذهبت مع أمي وصديقتها إلى منزلنا متخفين بقبعة ونظارة حتى لا يلاحظنا رجال الشرطة المحتمل تواجدهم بالقرب من المنزل وكما هو متوقع كان هناك شرطي يقف بالقرب من المنزل فاقتربت سلمة صديقة أمي من أحد الأشخاص أمام مرمى أعين الشرطي وصاحت فيه بغضب مصطنع ماذا تفعل هل تحاول سرقتي أيها اللص؟ ماذا تقولين أنا لست لصا ولم أحاول سرقتك؟ إذن لما تقترب مني ومن حقيبتي لهذه الدرجة؟ لقد شعرت بك لا لم أفعل المكان مزدحم كما ترين لا تحاول الإنكار حتى تنجو ألا توجد شرطة هنا النجدة؟ اتركيني وابتعد عني ادد صراخها حتى انتبه لها الشرطي واتجه نحوهما فأسرعت أنا وأمي ودخلنا المنزل أثناء انشغال الشرطي أثناء صعودنا قالت أمي بقلق أسري ولا تأخذي إلا الأشياء الهامة حتى تكون حركتنا سريعة سأفعل هذا بدأنا بأخذ الأشياء الهامة من المنزل وحين قاربنا على الانتهاء نظرت من الشرفة لأتأكد من انشغال الشرطي المستمر ولكن لسوء حظي يبدو أنه رآني فبعد ذلك مباشرة ابتعد عن الشجار وقال ابتعدوا من هنا فورا وإلا سأدخلك لكم السجن ثم توجه نحو المنزل على الفور ركضت نحو أمي وقلت بخوف أمي يبدو أن الشرطي يرآني حين نظرت من الشرفة وها هو يصعد إلينا ماذا سنفعل فكرت أمي لعدة ثوان ثم قالت هيا أسرع سنغادر من سلم المطبخ الخلفي ركضنا سويا نحو السلم الخلفي وأثناء نزولنا سمعنا صوت الشرطي وهو يبحث في المنزل ويقول أين أنت أخرج فورا لقد رأيتك خرجنا من البناية وركضنا للشارع المجاور الذي كانت تنتظرنا فيه سلمة بسيارتها ركبنا السيارة وانطلقت هي على الفور حينها التقطنا أنفاسنا وهمست بفزع حمد لله لقد نجونك كاد قلبي يتوقف حمد لله شكر لك يا سلمة لا أدري لو لاك ماذا كنا سنفعل لا داعي للشكر الأصدقاء يظهرون عند المصاعب أليس كذلك؟ أجل بالطبع فقط أتمنى أن لا يصلوا إلينا وإلا سنكون في كارثة يجب ألا تظهروا بالقرب من المنزل لفترة كبيرة حتى لا يكون هناك طرف خيط للوصول إليكم معك حق وفي الأصل لم يعد هناك سبب لمجيئنا هنا مرة أخرى عدنا إلى منزلي سلمة بسلام دون أن ينجح الشرطي في ملاحقتنا وبعد مرور عدة أيام كنا نجلس أمام التلفاز فسألتني أمي أين محمود هل نمى مبكرا؟ لا أدري ولكن لا أعتقد هذا أي عقل أن يكون ذهب لخارج المنزل؟ ابحثي عنه في المنزل وأنا سأنظر بالخارج حسنا وبالفعل أسرعت أبحث عنه ووجدته يجلس في إحدى الغرف أمام الحاسوب ويفعل الشيء بتركيز شديد وجهازه يصدر عنه أصوات كالإنذارات هل اخترقت أجهزة أخرى من جديد؟ أجل لقد فعلت ولكن لم أخترق أجهزة الشرطة لا تقلقي ماذا؟ ولما قمت باختراق الأجهزة؟ لقد اخترقت نظاما لبعض الرجال الفاسدين الذين يهددون أشخاص أبرياء بصور ومقاطع لهم وحذفتها جميعا يا إلهي هل أدخلتنا بمشكلة جديدة؟ ثم توجهت نحو أمي على الفور وقلت وأنا أكاد أبكي أمي لقد قام محمود بشيء كارثي مجددا ماذا فعل؟ يقول أنه اخترق نظام لبعض الرجال الفاسدين الذين يهددون أشخاص أبرياء بصور ومقاطع وحذفهم ماذا؟ ثم ركضت نحو محمود وقالت بغضب ماذا فعلت؟ لما تفعل أمور أكبر منك؟ هل تعلم ماذا سيحدث الآن؟ لن يحدث شيء يا أمي لا تقلقي ربما أكون أخطأت في المرة الأولى حين فعلت ذلك بأجهزة الشرطة ولكني الآن سعدت بعض الأشخاص الذين يحتاجون للمساعدة وما الذي يدريك أنهم لن يصلوا إلينا؟ لا أعتقد أنهم يمكنهم هذا أتمنى ذلك وإلا ستتدمر حياتنا بسببك أعتذر يا أمي إن تسببت لكم بأي شيء سيء حسنا ولكن لا يمكنك استخدام الحسوب في أي شيء آخر مجددا بعد اليوم اتفقنا يا أمي مرات الأيام وبأحد الأيام عاد زوج صديقة والدتي من العمل والذي يدعى أحمد لم أشعر بأنه مرحب بنا وشعرت أنه رجلا ليس طيبا على الإطلاق أو ربما يتعامل معنا هكذا لأنه لا يحب تواجدنا في المنزل بأحد الأيام حين كنا نتناول الطعام قال أحمد ما رأيك أن تذهب للعمل مع أحد أصدقائي يا خديجة؟ تفاجأت من حديثه وقالت أمي أين تعمل؟ وهل يوجد عمل مناسب لها في هذا العمر؟ بالطبع يوجد إنها ليست صغيرة لهذه الدرجة صديقي يعمل كمحامي ولديه مكتب ويحتاج مساعدة لتنظيمه لماذا اقترحت خديجة تحديدا؟ للمساعدة فقط أعلم أنك تركت العمل بحكم ما حدث وبعد فترة سينتهي المال الذي تملكينه حاليا لهذا فكرت أن أقترح عليكم أعلم كل ذلك ولكن يمكنني أن الذهاب لذلك العمل للأسف لن تستطيعي لأنه اشترط أن يكون المساعد رجل أو شاب صغير في عمر ابنته لأن زوجته تغارب الشدة صمتت والدتي قليلا كأنها تفكر فقالت سلمة إنها فرصة رائعة يا سهيلة أعلم لذلك سنفكر في الأمر ونقرر حسنا ولكن لا تتأخرين في القرار فربما يجد شخصا آخر شكرا على اهتمامك بعد انتهاء الغداء جلست مع أمي فسألتني ما رأيك في اقتراح العمل يا خديجة؟ أرى أنها فرصة رائعة أجل ولكني أشعر ببعض القلق لا تقلقي يا أمي لن يحدث شيء سيء إن شاء الله كما أنني لن أغادر المكتب ولن أدعى أي أحد يراني ماذا عن مذاكرتك؟ ليس لأنك تركت المدرسة مؤقتا أن تهملي فيها لن أهملها أعدك سأذاكر في أي وقت أكون متفرغة فيه حسنا يا خديجة سأفكر أتمنى أن يكون هذا القرار الصحيح إن شاء الله يا أمي في اليوم التالي بعد تفكير طويل وافقت أمي على هذا العمل أخيرا وذهبت مع أحمد لمكتب ذلك المحامي ولكن حدث شيء غريب توقف بالسيارة بمكان غريب لا يوحي بأنه مكتب لمحامي سألته بقلق لما نحن هنا؟ لقد وصلنا هيا أخرجي من السيارة خرجت من السيارة وأنا أنظر حولي بقلق وفجأة وجدت أمامي بعض رجال مخيفين يبدو عليهم الإجرام وما إن رأوني حتى سارعوا بالإمساك بي من أنتم وماذا تريدون مني؟ اقترب أحد رجالي من أحمد وقال وهو يعطيه ظرف ورقيبه نقود لقد أديت دورك على أكمل وجه وها هي المكافأة المتفق عليها أي مكافأة هان ماذا تتحدثون؟ عذرا يا خديجة لكن المكافأة التي تم عرضها لمن يدلهم على مكانكم كبيرا وبالطبع لم تروا الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي لأنكم لا تستخدموا هواتفكم هذه كانت فرصة جيدة لي ولهذا أحضرتك لهم إن أرادت والدتك الحفاظ على حياتك ستحضر شقيقك لهم لأنه يبدو أنه قد عبث كثيرا معهم ويريدون معرفة بعض الأشياء منه في البداية فكرت أن أخبرهم بالعنوان فقط ولكن حينها سيكون الشك علي وسيتم مدهمة منزلي وزوجتي ولكن هكذا حين أقول أنه تم اختطافك بينما أنت معي لن يلومني أي شخص على شيء لماذا تفعل هذا أخي لم يفعل شيئا أتركوني أرجوكم بلى قد فعل اخترق نظامنا واخترق نظام الشرطة وأفسد عملنا أرجوكم اتركوني لقد فعل ذلك فقط ليساعد الأبرياء أصمت آيتها البلهاء ظللت أفكر وأنا أبكي كيف لم يتم القبض عليها لذا همست بصوت لم ألحظ أنه مسموع كيف لم ترى الشرطة الإعلان وتقبض عليهم أجابني رجل بسخرية هل أنت حمقى؟ بالتأكيد من وضع الإعلان لم يخبر الشرطة أنه تابع لنا بل كان لديه سببا مقنع إنكم عائلة محتلة قامت بسرقتنا بمساعدة ابنهم المخترق للأجهزة لهذا يود أن يتم الإمساك بكم يا إلهي لا أصدق هذا التخطيط الشيطاني هذا يدعى ذكاء أيتها البلهاء وضعوني بأحد الأركان بعد أن وضعوا لاسقا على فمي استمرأت في البكاء وأنا أتمنى أن يعاقب أحمد على طمعه اتصل أحد هؤلاء الرجال بسلمة وطلب الحديث مع والدتي رفضت سلمة بالبداية بالطبع ولكن سرعان ما أعطت الهاتف لوالدتي بعد أن قال الرجل أنني معهم سمعت والدتي تقول له من أنت وماذا تريد من ابنتي؟ أنا لا أريد ابنتك بل أريد ابنك الآخر الذي اخترق أجهزتنا ودمر عملنا لا يمكنني التفريد في أي من أبنائي اتركون وشأننا أقسم لكم أنه لن يقترب من أي عمل يخصكم مجددا ولن أبلغ الشرطة لا تستطيعين إبلغ الشرطة لو فعلت لن تري ابنتك مجددا لا لا تفعل ذلك أرجوك علمتي ما نريد غدا تحضرين ابنك إلى المكان الذي سأرسله لك في رسالة لنعلم منه المعلومات التي نريدها ومن الذي أمره بذلك ويدعمه وإن لم تفعل تعلمين ما سيحدث مر يومان وبمساء اليوم الثالث فجأة سمعت أصوات ضوضاء وصوت سيارة الشرطة وخلال دقائق قليلة اقتحم رجال الشرطة المكان وكانت أمي معهم هل أنت بخير يا عزيزتي؟ هل قاموا بإذائك؟ لا أنا بخير ولكني كنت خائفة كثيرا لا تقلقي يا عزيزتي أنت في أماني الآن الحمد لله ولكن كيف وجدت هذا المكان وكيف علمت الشرطة أيضا؟ لقد قمت بإبلاغ الشرطة لن أستطيع أن أشاهد فقدان أحدكم استطاع الوصول لأحد رجالهم الذي كان متواجدا في العنوان الذي أرسلوه ومن خلال ذلك الرجل وجدوا مكانك ماذا سيكون مصير أخي محمود؟ لا أدري يا خديجة ليس في يدنا شيء سوى الدعاء معك حق بعد أن تم القبض على أفراد تلك العصابة أخذنا رجال الشرطة وأوصلونا لمنزلنا قبل دخولنا قال الشرطي موجها حديثه لأمي حمد لله على سلامة ابنتك نشكركم على مساعدتنا في القبض على أخطر العصابات في المدينة لا داعي للشكر أيها الضابط لم نفعل شيئا أشكركم على جهودكم وإيجادكم لابنتي هذا واجبنا أما فيما يخص ابنت أعتقد أنه بعد النظر في الأمر من قبل للمسؤولين سيتم إعفاءه من السجن بدلا من ذلك سيتوجب عليه الذهاب إلزاميا إسبوعيا لمركز تأهيل تابع للشرطة حقا أتمنى أن يحدث ذلك وإلى حين صدور القرار غدا سيظل هو معنا في مركز الشرطة حسنا لا بأس هل يمكن الانتظار معه بمركز الشرطة أيضا؟ بالطبع يمكنك شكرا لك وبالفعل ذهبت أمي مع أخي لمركز الشرطة في انتظار صدور القرار وكما توقع الضابط تم صدور القرار بإعفاء أخي من السجن وإيداعه لمركز تأهيل وأخيرا عادت حياتنا لاستقرارها نوعا ما كما أننا علمنا أن سلمة قد انفصلت عن زوجها أحمد بعدما علمت بما فعله مرت الأيام علينا بسلام أخيرا وبأحد الأيام حين كنا نجلس معا كانت تذع أخبار على التلفاز عن القضية الفلسطينية لماذا احتلوا الأراضي الفلسطينية تحديدا؟ لأنها أراضي مقدسة وأرض الأنبياء ثم بدأت أخبره بالمزيد عن القضية الفلسطينية فبدأ عليه الغضب والحزن وفي الأيام التالية كان يترقب ويترصد جميع الأخبار التي تخص فلسطين على عكس السابق حين لم يكن يعلم عن الأمر شيء كنت سعيدة باهتمامه وبإحياء حب القضية والدفاع عنها في قلبه وبعد عدة أيام انتشرت الأخبار أن أخي قام بالاختراق من جديد ولكن هذه المرة اخترق بنكا إسرائيلية واجهته أمي بعد معرفتها وقالت لماذا فعلت ذلك يا محمود؟ أردت أن أنتقم منهم بطريقة خاصة على ما يفعلونه في إخوتنا في فلسطين قمت بتحويل جميع النقود في البنك لجمعيات ترسل المساعدات لأهالينا في فلسطين حقا هذا رائع أنا لست غضبة حتى لو حدث أي شيء هم يستحقون أكثر من هذا شاركتني أمي الرأي فصمت متمنيا ألا يحدث شيء سيء وبعد فترة أتت الشرطة للمنزل قال الضابط لأمي مرحبا سيدتي أين محمود ابنك؟ إنه بالداخل لماذا؟ صدر قرار أن يتم إيداعه في مركز التأهيل بشكل دائم حتى لا يصبح خطر عليكم على نفسه خاصة بعد ما فعله ألا يمكن تغيير هذا القرار؟ للأسف لا يمكن ولكن لا تقلقي مركز التأهيل ليس سجنا سيكون فيه بخير ويمكنكم زيارته يوميا حسنا وبالفعل تم إيداع محمود بمركز التأهيل حزنا لابتعاده عنه ولكن بدأنا نقتنع أن ذلك أفضل له حتى لا تصبح عبقريته خطرا عليه خاصة حين تأكدنا أنه في حال جيد بأحد الأيام ذهبت مع والدتي لزيارته فعنقته وقلت كيف حالك يا عزيزي؟ في أفضل حال هل كل شيء على ما يرام هل يعاملك أحد بشكل سيء؟ لا على العكس تماما يا أمي يعاملونني بطريقة جيدة للغاية كما أنني تعلمت العديد من الأشياء هنا حقا هذا رائع أجل لا تقلقوا أنا بأفضل حال هنا وخلال فترة سأعود معكما للمنزل ونحن ننتظر ذلك الوقت بفارغ الصبر يا عزيزي أصبحت أذهب أنا وأمي دائما لزيارته وكنا سعداء أنه أصبح في أفضل حال وأكثر أمانة وإلى هنا تنتهي قصتنا يا أصدقائي إلى اللقاء في قصة جديدة